الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا زال الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بالعقيدة ونتكلم اليوم عن أمور مترددة بين الشرك الأكبر والأصغر وهي أمور يفعلها بعض الناس وهي من الشرك الأكبر أو من وسائله فهناك أشياء مترددة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بحسب ما يقوم بقلب فاعلها وما يصدر عنه من الأفعال والأقوال فإن اعتقد أن لهذه الأمور أثرا في دفع الضر وجلب النفع أو غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر وإن اعتقد غير ذلك فهذا شرك أصغر وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور فمن ذلك أولا لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه والدفع إنما يكون قبل نزول البلاء والرفع بعد أن ينزل ولبس الحلقة والخيط هو من فعل الجاهلية وهو من الشرك الأصغر وقد يترقى إلى درجة الشرك الأكبر بحسب ما يقوم بقلب لابسها من الاعتقاد بها فمثلا إن لبس الحلقة والخيط أو غير ذلك معتقدا أنها مؤثرة بنفسها مؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر وإن اعتقد أنها سبب أو وسيلة فهذا شرك أصغر فعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة من صفر فقال ويحك ما هذه قال من الواهنة والواهنة ما رضي يأخذ باليد قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنة أنبذها عنك فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت هذا الحديث رواه أحمد بإسناد لا بأس به وصححه ابن حبان والحاكم أقره الذهبي ولكن ضعفه الألباني ومما يشبه الحلقة أو الخيط اليوم ما يسمى بسوار الطاقة أو السوار النحاسي أو السوار المغناطيسي والتي تستعمل للتداوي والعلاج ويقال أنها تخفف آلام الروماتيزيوم أو أن بعضها ينظم ضربات القلب إلى غير ذلك من الفوائد التي يزعمون وهذه الأسورة اختلف العلماء في حكمها وخلاصة القول فيها أن يقال إن ثبت لهذه الأسورة تأثير حقيقي وكان هذا التأثير مبني على أساس علمي صحيح واقعي فلا حرج من استعمالي مثل هذه الأسورة وأما إن كان قائما على مجرد الأوهام والخيالات فلا يجوز أن تلبس لأن أسباب العلاج إما أن تكون شرعية أو حسية ولكنها لا تكون مبنية على الوهم والخيال وإن اشتمه الأمر فالأولى بالمسلم أن يتركها ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الأمر الثاني تعليق التمائم وهي التعويذة التي تعلق بالعنق أو العضد وتسمى حروز وجوامع أو أحجبة وهي خرزات أو حلقة مستديرة من حديد أو من ذهب أو نحوه كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين يدفعون بها الحسد أو أثر الشياطين بزعمهم أو لدفع الضرر بصفة عامة وقد تكون التمائم من عظام أو من خرز أو شعر وقد تكون قطعا من الحديد أو الذهب أو الفضة وقد تكون من كتابة تكتب في قراطيس أو في رقاع أو جلد مجهولة وهذا ولا شك حرام ولا يجوز وهي شرك وقد تكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها وتكون شركا أصغر إذا اعتقد أنها وسيلة أو سبب في دفع أو رفع البلاء وأما إن كان المعلق من القرآن الكريم فقد اختلف العلماء في جوازه وعدم جوازه والراجح عند جمع من أهل العلم عدم الجواز وذلك من باب سد الذريعة فإنه قد يفضي إلى تعليق غير القرآن من المحرمات ولأنه لا مخصص للنصوص المانعة من تعليق التمائم كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوهلة شرك النوع الثالث التبرك بالأشجار والأحجار والأثار والبنايات والأشخاص والتبرك معناه طلب البركة ورجاء الخير من تلكم المذكورات وطلب البركة لا يخلو من أمرين الأول أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل التبرك بالقرآن الكريم هذا جائز وإما أن يكون التبرك بأمر غير مشروع كالتبرك بالأشجار والأحجار والقباب والقبور والبقاع ونحو ذلك فهذا كله من الشرك فإن اعتقد المتبرك أن المتبرك به من تلكم المذكورات المخلوقة المدبرة يهب البركة بذاته أو متى ما طلب منها الخير فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى كان ذلك شركا أكبر وقد قال صلى الله عليه وسلم البركة من الله فهو واهبها فطلبه أو اعتقاد أن غير الله يهب البركة بذاته فشرك أكبر ومتى اعتقد المتبرك أنها سبب لحصول البركة لا غير فبدعة وشرك أصغر وقد نص الشرع عن بركات في بعض الأمكنة والأزمنة والأشخاص والله تعالى هو من جعل فيها البركة كبركة المساجد الثلاثة في الأمكنة وبركة ليلة القدر من الأزمنة وبركة الأنبياء من الأشخاص فإن الأنبياء مباركون فلو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم إما بالتمسح بها أو بأخذ عرقها أو التبرك ببعض أشعارها فهذا جائز وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن لا يجوز التبرك بغير الأنبياء بحال ومن أمثلة ما يفعله الناس اليوم من التبرك الشركي الدائر بين الشرك الأكبر والأصغر التبرك بشجرة ما لاعتقاد أن نبيا من الأنبياء جلس تحتها أو نام فيتمسح بها الشخص أو يقبلها أو يعلق بها ثوبة أو يصلي تحتها طلبا للبركة ومثل التبرك بحجر أو صخر ولو من صخور مكة أو حجارتها أو حجارة المدينة أو غيرهما من البقاع فيتمسح بها ويقبلها ويعظمها أو يأخذ شيئا من تربة أرض ماء أو من تربة قبر طلبا للبركة ودفع الآفات والشرور فهذا شرك ولا يدخل في مسح الحجارة مكة مسح الحجر الأسود وتقبيله ولا مسح الركن اليماني في أثناء الطواف لأنه من باب التعبد لله تعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل التبرك بحجارة مكة المحرم استلام أعمدة المسجد الحرام وجدرانه وحلقات الأبواب وغير ذلك والتمسح بها رجاء البركة فكل ذلك شرك وهناك من يتبرك بالآثار كالتبرك بغال حراء وغال ثور فيذهب للصلاة والدعاء فيها وهذا كله شرك وخلاصة القول أن التبرك بالأشجار والأحجار والآثار وغيرها كالعيون مثلا حيون المياه والتربة بأي نوع من أنواع التبرك سواء كان ذلك بالمسح أو التقبيل أو الاختسال فهو غير جائز وهو من أعظم أسباب الوقوع في الشرك الأكبر فعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر يعني حدثاء عهد بإسلام وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقونها يقال لها ذات أنواط قال فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم أرابعا السحر والسحر عبارة عما خفي ولطف سببه فسمي سحرا لأنه يحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصر والسحر في تعريفه هو عبارة عن عزائم ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه والسحر داخل في الشرك من ناحيتين الأولى لما فيه من استخدام للشياطين والتعلق بهم وربما تقرب إليهم الساحر بما يرغبون ويحبون حتى يقومون بخدمته والثانية لما فيه من الدعاء علم الغيب ودعوة مشاركة الله عز وجل في ذلك وهذا كفر وضلال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها السحر وقد تفشت السحر اليوم بشكل كبير وتعدد صوره وأشكاله وتعددت وسائل تعلمه وتعليمه عبر بعض القنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية بل وحتى أفلام الكرتون التي يحبها الأطفال مما يعني ضرورة محاربته وضرورة أن تكون هناك دراسات علمية لقياس حجم السحر ومعرفة أسبابه ووسائله وطرق مقاومته الأمر الخامس الكهانة والكهانة هي الدعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب هو استراق السم حيث يسترق الجن الكلمة من كلام الملائكة فيلقيها في أذن الكاهن فيكذب معها مئة كذبة فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة والكهانة شرك من جهة دعوة مشاركة الله عز وجل في علمه الذي اختص به ومن جهة التقرب إلى غير الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وقال مرة من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن يدعي علم المستقبل بينما العراف يدعي علم الماضي ويخبر مثلا عن المسروق ونحو ذلك ومن الأمور المترددة بين الشرك الأكبر والأصغر التطير والتطير هو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغير ذلك فإذا عزم شخص على أمر من أمور الدين كما لو أراد أن يحج أو أمر من أمور الدنيا كما لو أراد أن يعمل في تجارة أو نحو ذلك فرأى أو سمع ما يكره أثر فيه ذلك فإما أن يرجع عما كان عازم عليه تطيرا وتشاؤما بما رأى أو سمع فيؤثر ذلك في إيمانه ويخل بتوحيده وتوكله على الله عز وجل وإما أن لا يرجع عما عزم عليه ولكن يبقى في قلبه أثر من ذلك التطير من الحزن والهم والألم والوسوسة والضعف فيجب على من وجد شيئا من ذلك في نفسه أن يجاهدها على دفعه ويستعي بالله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه ويفوض أمره لله ويقول ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك والتطير داء قديم ذكره الله عز وجل عن الأمم الكافرة كانوا يتطيرون في الأنبياء وأتباعهم والتطير شرك لكونه تعلق على غير الله تعالى وفيه أيضا اعتقاد بحصول الضر من مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع والتطير والتشاؤم قد ناها عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة ومن التطير والتشاؤم ما يفعله كثير من الناس اليوم فهناك من يتطير بالأيام كيوم الأربعة ومن يتطير بالشهور كشوال وصفر ومن يتطير برؤية الأعور أو الأعرج أو سماع الأصوات كصوت الغراب أو البوم بل هناك أيضا من يتشاؤم من الأرقام كالرقم عشرة ومنهم من يتشاؤم بالضحك فإذا كثر الضحك في المجلس قال اللهم اعطنا خير ما بعد هذا الضحك لأنه يعتقد أن مصيبة ستأتي بعد ذلك فتعكر الصفو الذي كانوا فيه وهناك من يتشاؤم ببعض آيات القرآن فهو يفتح المصحف الكريم من باب التفاؤل فإذا رأى في الصفحة أو وقعت عينه أو يده على آية فيها فكر النار أو الجحيم أو العذاب أو غير ذلك يتشاؤم وكل هذه من أعمال الجاهلية ومحرمة وهي من الشرك وكفارة التطير ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك فتضمن هذا الحديث النبوي الشريف أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه وأما من لم يخلص لله تعالى في توكله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله تعالى وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد